حول هذه التساؤلات زميل توني مزرعاني لديه الكثير من التفاصيل مرحبا يا توني بالفعل هذه الحالة موجودة عندما تكون هناك أزمات الكثير من الناس يذهب إلى السوبر ماركت ويريد أن يشتري جميع الحاجات في آن واحد نعم حسيني كما ذكرت بالفعل الهواجس أصبحت كثيرة لدى الناس في هذا الموضوع في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم الذي شكل حالة من الهلع الشديد لدى الناس ازدادت حدة الشعور بالخوف والقلق خاصة عند التعامل مع الأشخاص وكذلك عند شراء الحاجيات من السوبر ماركت ومن ثم كافية التعامل مع تلك الأغراض عند إدخالها إلى المنزل كل تلك الهواجس وغيرها تخطر في بال أي فرد مننا خوفا من انتقال فيروس كورونا إلينا عالم الفيروسات وارنر جرين الذي يعمل في معاهد جلادستون في سان فرانسيسكو نصح غسل الأغراض التي يتم شراءه وخاصة الخضار قبل وضعها في تلاجة موضحا أن الفيروسات التاجية بطبيعتها هي فيروسات لزجة وبإمكانها أن تبقى على قيد الحياة لفترة لبأس بها وبما أن البحوث مازالت مستمرة بشأن فيروس كورونا أجرت الجمعية الأمريكية لعلم الإحياء عام 2010 أبحاثا عن تأثيرات درجة الحرارة والرطوبة على فيروس سارز المرتبط بشكل وثيق بفيروس كورونا حيث وجد العلماء أن الفيروس ينشط في رطوبة منخفضة ودرجات حرارة منخفضة جدا وهي نفس البيئة الموجودة داخل الثلاجة النموذجية ووفقا لموقع سلطة الغذاء في أيرلندا كشفت أن عملية التسوق تعد من أخطر الأمور التي تساعد بشكل كبير في زيادة فرص انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر لأنه بحسب الموقع في أن الفيروس التاجي ينتقل عن طريق الرذاذ الذي يستقر على الأسطح الحامل للفيروس لمدة ثلاثة أيام لأنه عند لمس هذه الأسطح تزداد فرص الإصابة بالفيروس بشكل سريع يضف إلى ذلك تهافت الناس على الشراء والتخزين وهذه الظاهرة لها عواقب عديدة كرفع الأسعار ونقص السلع وفسر خبراء في علم النفس أن حالة الهلع لدى الناس بشأن التخزين والشراء هو الخوف من المجهول في أوقات الأزمات فعلاً يا حسين حتى أحد الأصدقاء قال لي بأنه عندما يذهب إلى الباركنج بخيف يفتح السيارة قبل ما يطلع للسيارة إلى هذه الدرجة نعم شكراً جزيلاً لك بس أنت ما تغير طريقتك بشرايا يا توني أبداً شكراً جزيلاً لك زميل توني شكراً